حقق فريق الاهلي فوزا كبيرا على ضيفه الجونة بثلاثة اهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاذ القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور الممتاز افتتح التسجيل للاهلي امام عشور في الدقيقة السابعة والثلاثين من تزديدة قوية وعزز محمود متولي النتيجة للاهلي واحرز الهدف الثاني بضربة رأس واختتم محمود كهرباء اهداف الاهلي من ضربة جزاء بهذا الفوز احتل المارض الاحمر المركز العاشر بالجدوى لترتيب الدور الممتاز برصيد سبع وعشرين نقطة مع وجود عدد من المؤجلات بينما احتل الجونة المركز التاسع برصيد ثمان وعشرين نقطة